ومع تصاعد الانتهاكات والعذابات بحق الأسرى في سجون الاحتلال والمحررين تواصل محاكم عفواً لاحتلال الدفعة لسن قوانين تحرم الأسرى من أفسط حقوقهم وتعيد محررين بصفقة التبادل الأخيرة إلى السجون في حلقة جديدة من مسلسل استهداف الأسرى في سجون الاحتلال صادق الكنيسة بالقراءة الأولى على تعديل نظام العمل في السجون بحيث وفي حال تمت المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة سيمنع أي أسير من زيارة عائلته في المستقبل في حال كان ينتمي لفصيل فلسطيني يحتجز جنود وأسرى من الكيان يعني بالأساس هناك عقار جماعي واضح كل الأسرى والأسيرات لم يستطيعوا رؤية عائلاتهم ولو لمرة واحدة منذ السابع من أكتوبر إلى الآن فلم تفرق سلطات الاحتلال بين أسير وآخر الآن تريد أن تلعب على وتر آخر وتميز ما بين أسرى حماس وأسرى منظمة التحرير الفلسطينية هذه السياسة لن تنطلي على أحد وهي سياسة حاولتها منذ الآعم 2014 عندما احتجز جنود إسرائيليين في الحرب العدوانية التي شنها هذا الاحتلال على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة وبقيت الحركة الأسيري موحدة ومتماسكة وهو الذي أعطاها القوة في مواجهة حكومة الاحتلال بما في ذلك حكومة نتنياهو قبل السابع من الدكتور تأتي هذه الخطوة بعد اعتداءات وحشية منظمة تعرض لها الأسير القائد مروان البرغوثي وعدد من رفاقه المعزولين في زنازين معتقلي مجده مما تسبب له إصابات بالغة في الرأس والأضلع الاحتلال يريد أن يصفي حساباته مع الحركة الأسيري الطليعية التي تحدت وفضحت وعرت سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرة وبحق الشعب الفلسطيني عندما خاضت الإدرابات الفردية والجماعية الطويلة ضد سياسة الاعتقال الإداري وضد محاولات فرض العقوبات الجماعية وتضييق الخناق عليهم ونجحت في كل الأوقات في تحدي هذه الحكومات المتعاقبة التي استغلت اللحظة الراهنة في العدوان الشامل على قطاع غزة بتصفية حساباتها مع الحركة الأسيري أما معتقلي غزة في معسكر عوفر فقد أوضحت هيئة شؤون الأسرة والمحررين وبعد تمكن المحامين من زيارة عدد منهم أنهم يتعرضون لعمليات تعذيب وإدلال بشكل ممنهج وحرمان من الملابس الدافئة ومن أي علاج لأمراضهم من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا